احنا كان عندنا برنامج طموح لان احنا يبقى فيه عندنا محطات نوية سلمية لانتاج الطاقة ومحطات دحسية وده برنامج قديم بدأ زمان من امتى ومش ازاي احنا فعلا انا بطفق بحاجة احنا عندنا برنامج نوية قديم بدأ من منتصف القرن الماضي او الالفية الماضية في عهد الرئيس والزعيم الخالد جمال عبد الناصر سنة 55 الحقيقة انشأ لجنة الطاقة الزهرية سنة 55 تحولت الى مؤسسة الطاقة الزهرية اللي اصبحت بما بعد هيئة الطاقة الزهرية الان والحقيقة كانت مصر من دول التي ادراكت اهمية الطاقة من منتصف خمسينات القرن الماضي وانشأت قسم الهدسة النوية في جامعة اسكندرية سنة 63 وساهمت في انشاء الوكالة الدولية للطاقة الزهرية سنة 57 ثم تعاونت مع الاتحاد السوفيتي انزاك لانشاء مفاعل بحسي يعني مفاعل بحسي في انشواز بقدرة 20 ميجا واط وتم افتاحه سنة 61 اول محاولة تمت لادخال الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكربية كان سنة 64 وكان من خلال منقصة عالمية لانشاء محطة صغيرة 150 ميجا واط في برج العرب وتحليط الماء بحدود 20 الف متر مكعب لكن للأسف الشديد جاءت حرب 67 والنكسة لتوقف هذا وتزدل استطار على هذه المحاولة لكن لم يكن هذا الحلم ببعيد عن أزهان القادة المصريين بعد انتصاء أكتوبر بعام واحد سنة 1974 كانت المحاولة التانية لإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة في مصر وسنة 1974 كان فيه منقصة محدودة بين الشركات الأمريكية ودعيت لها الكثير من الشركات لإنشاء محطة في قدرة 600 ميجا واط كانت في سيد كرير في ذلك التوقيت ولكن مبالغة الجانب الأمريكي في طلب بعض الشروط ورفض الدولة المصرية هذه الشروط قدى إلى توقف المشروع مرة أخرى سنة 78 المحاولة التالتة كانت في عهد رئيس حسن بارك سنة 83 لو نلاحظ كده 64 بعد عشر سنوات 74 تسع سنوات سنة 83 دي كانت المحاولة التالتة كان في محاولة قبلها في 79 مع فرنسا لكن كانت محاولة بسيطة لكن في 83 في عهد رئيس حسن بارك كانت المحاولة التالتة وتم عمل بنقصة ودعوة شركات وكان المزمع إنشاء محطة بقدرة 1000 ميجا واط كانت أيضا فيه الضبع ولكن جاءت حادثة فوكشيما سنة 86 لتصدل استطرار على هذه المحاولات وتوقف البرنامج المصري في ويظل في سبات لغاية عام 2007 في 2007 اتخذت مصر قرار استراتيجي بتبني برنامج نووي لإنشاء محطات نوية ولكن أيضا لم يحدث تقدم كبير على مصار البرنامج النووي لغاية عام 2014 باطش